بينما لم تدخر السلطات الإيرانية جهداً في منع إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقصل الشابة الكردية جينا أميني الذي أشعل الاحتجاجات في عموم البلاد صارع الإيرانيون في الخارج إلى الخروج في احتجاجات شعبية منددة بسياسة السلطات الإيرانيون في مختلف أنحاء العالم نظموا تجمعات احتجاجية في عشرات المدن وقد أقيمت هذه المظاهرات المنصقة تخليداً لذكرى مقتل جينا أميني قبل عام والذي أشعل انتفاضة شعبية واسعة ضد السلطات الحاكمة وسائل إعلامية أفادت أن أكثر من عشرين جمعية ومنظمة لحقوق الإنسان في مدينة بولونيا الإيطالية نظموا تجمعاً احتجاجياً في الذكرى الأولى لمقتل جينا أميني إذ ردد المجتمعون باللغة الإيطالية شعار مقاوم الآن ودائماً أما في فرنسا فقد ردد محتجون العديد من شعارات الاحتجاجات الإيرانية ولسيما شعار المرأة الحياة الحرية وذلك خلال إقامة مراسم افتتاح حديقة في باريس تحمل اسم مهسا أميني في إشارة إلى الشاب الراحل جينا وفي نيوزيلندا نظم محتجون إيرانيون تجمعاً في أوكلاند وكرايست شيرش احتجاجاً على سلوك السلطات الإيرانية في الداخل ورفعوا لافتات تحمل أسماء وصور الضحايا الذين سقطوا في الانتفاضة الشعبية كما تجمع المئات في عدة مدن بأستراليا ولا سيما سيدني وميلبورن وغيرهما وبحسب التقارير صار المحتجون في ميلبورن باتجاه برلمان الولاية بعد تجمعهم في الصاحة المركزية بالمدينة وهتفوا بشعارات مناهضة للسلطات الإيرانية